السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل بقية التمرين الخاصة بدرس المضلعات المتلت والمعين يعني المساحة والمحيط التمرين خاصة بصفحة سبعة وخمسين نبدأوا على بركة الله بتمرين رقم واحد في الشكل الجانبه A B C D مستطيل إذا عدنا هذا عبارة عن مستطيل عدنا A E D إذن A E D متلت قياس مساحتي 36 سنتيمتر مربع إذن هاد المتلت اللي هنا عدنا بالله الأخضر القياس دي المساحة ديه 36 سنتيمتر مربع ثم عدنا C E D إذن هاد C E D وهاد المتلت القائم الزاوية إذن C E D متلت قياس مساحتي 19.5 إذن هنا عدنا 19.5 أحسب قياس مساحة المتلت A B E إذن هنا شنو المطلوب منه نحسب قياس هاد المساحة كيف ما كتلاحظوه هنا عندي هاد المستطيل ما عنديش أطوال ديه ما عندي لطول العرض إذن كيفاش غندير تغنخرج مساحة هاد المتلت من هاد الشكل هنا هاد الدرس هاد الدرس بالضبط كي يعتمد على قوة الملاحظة إذن هنا ماشي غير قوة الملاحظة بوحدها و لكن حتى أننا نركز في القواعد إذن ما دمنا في الحصة الأولى عرفنا قياس نحسبو مساحة المتلت و عرفنا نحسبو مساحة المعين و ديجا نعرفو نحسبو مساحة المستطيل و مساحة المرفع إذن هادو كلهم قواعد خصنا نوضفوهم هنا و في نفس الوقت نوضفو ضيقة الملاحظة إذن حتى ضيقة الملاحظة نحاولو نوضفوها من اللي قالوا لنا هاد المتلت إذن غنشوف فينا هون اللي كي قيسو باش نعرف لأنه ما عندي هنتش قياس عندي فقط غير مساحات عندي مساحة ديجل و عندي مساحة ديجل هاد الشكل اللي هو ا ا ا ديجل يعني هاد المتلت الأخضر إذن طلاقا من هاد جوج مساحات نحن اننا هاد المتلت ارتيفع و نقسمها على جوج الارتفاع بشكل كن لان اطلال مستطيل القطر ينقسم المستطيل بين جوج سوف نقوم بتحديد المثلت 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 ناقص 19.5 10 ناقص 5 15 ناقص 6 2 ناقص 1 16.5 16.5 16.5 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 القطر المستطر يقسموه الى جوج متلاتات متقيسة هذا المتلات اللي كان هنا هو نفسه اللي كان هنا مفهم؟ إذن غير بشوية ديال الملاحظة نقدر نحل هاد المسألة أو هاد التمرين إذن هنجا قلنا أحسب قياس مساحة المتلات A-B-E إذن غير بشوية ديال المتلات A-B-E أش كتساوي؟ كتساوي يعني مساحة A-E-D يعني هاد المساحة ديال A-E-D ناقص غير نحيدو منها هاد المساحة اللي هي ديلة E-C-D أولا C-E-D إذن إلا حولناها الأرقام أش تعطينا A-E-D شحل فيها؟ فيها 36 ناقص C-E-D فيها 17.5 إذن شحل قيناها تساوي؟ قيناها تساوي 16.5 مادام هنه بسنتيمتر إذن سنتيمتر مربع إذن أطلا هم مساحات كلهم بسنتيمتر المربع إذن مساحة المتلات A-B-E هي 16.5 سنتيمتر مربع تمرين الثاني A-B-C-D مربع طوله دلعي 5 سنتيمتر إذن عدنا A-B-C-D عبارة على مربع طول دلع دياله 5 سنتيمتر إذن إحنا كنعرفوا أن المربع عنده الأدلع بربعة متقيسة هنا كنا خمسة هنا خمسة هنا خمسة هنا خمسة هنا خمسة أحسبوا قياس مساحة المربع E-G-K-L يعني هاد المربع اللي هنا بالبني عدنا E-G-K-L هادا هو اللي بغينا المساحة دياله إذن باش نحصلوا على المساحة ديال هذا هنا ما عطينا تشي معلومة من غير أن المربع طول دلع دياله 5 سنتيمتر إلا بغينا نخرجوا المساحة دياله هاد الشكل خاصنا يعني هاد المربع E-G-K-L خاصنا أولا نلقوا المساحة ديال المربع الكبير اللي هو A-B-C-D نشدوه مثلا هاد المربع نحنش كنا عارفوا كنا عارفوا بإن هاد الدلع لو كنا عارفوا بإنه هاد الدلع خمسة وهو ما أعطونا عمه هاد النقطة A.? هي المنتصف ديال أدي هنا النقطة L هي المنتصف ديال الدي وهنا النقطة G المنتصف ديال بسي وهنا النقطة K هي المنتصف ديال D.C يعني جت في الوسط إذا ما دام عندي 5 ما دام هذه جت المنتصف إذا ما قسمناها بين جوج ما تقول عندي هنا 5 يلاقسمناها بين جوج اضطني 22.5 هنا أيضا هنا 22.5 في م создى العالمية ستساوي يعني تاهنا 2.5 وهنا 2.5 2.5 وهنا ايضا 2.5 2.5 تشمع 2.5 اذا ماذا نجمع 2.5 مع 2.5 تعطني 5 اذا 5.5.5.5 اذا قسمت على جوجة تخرج ليه 2.5 اذا اش نو غن دين اذا اذا نعرف قيس مساحة هاد المثلات نحسب مساحة المربع كاملة ونقص منها مساحة المثلت نحسب مساحة المثلت نقص منها مساحة المثلت نحسب مساحة المربع نقص المثلت 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 نضرب مثلة 1 المثلث هو dois كيف تتسبب مساحة المثلت تساوي القاعدة في الارتفاع مقسم على 2 إذا القاعدة سوف نضرب جوج فاصلة 5 مقسمة على 2 إذا سوف نضرب 2.5 مقسمة على 2 فتعطينا 3.125 إذا هذا المثلث فيه 3.125 أيضا هذا المثلث فيه 3.25 وكذلك بالنسبة لهذا المثلث إذا سوف نضرب 5 مقسمة على 3.125 مقسمة على 3.125 مقسمة على 3.125 مقسمة على 4 يجعلنا 12.5 إذا هذا المثلث فيه 4 يجعلنا 12.5 إذا سوف نضرب المثلث إذا سوف نضرب المثلث مساحه المربع akaop written here سوف نضرب المثل 1 سوف تساوي لنا مساحة المربع سوف نسميها مثلا S1 سوف نسميها S جوج سوف نسميها S1 سوف نسميها S جوج سوف نسميها 20.5 سنتيمتر مربع سوف نسميها سوف نسميها وسوف نسميها سوف نسميه سوف نسميها ايضا اي اف جي اش هو مربح لمحيطه 32 يعني جمعنا هذا الضلع مع هذا الضلع مع هذا الضلع مع هذا الضلع اعطاننا في المجموع 4-32 المطلوب احسب قياس مساحك المعين ايضا اي بي سي دي احسبه مساحك المعين اي بي سي دي يعني هاد اللي ملون بالاصفر هاد المعين بعد انطلاقا من هاد المحيط دي المربح يجب ان نبحث عن حويج اول حاجه علينا نلقاوا بدا نلقاكم قياس ضلع دي المربح لأن هذه الضلع المربح سيفيدنا باش نلقاوا اي من مساحك المعين كنا اعرفوا انها خاصنا القطر الكبير والقطر الصغير احنا لا نتشي معطا هنا يجب ان تغلقوا القطر الكبير والقطر الصغير قياس ضلع المربع قياس ضلع المربع قياس ضلع المربع قياس ضلع المربع آل منتصف أف قياس ضلع المربع قياس ضلع المربع قياس ضلع المربع نبقى دائما في نطاق الدرس نقوم بالمثلت و بالمعين نقوم بالحلول نقوم بالحلول نقوم بالمثلت نقوم بالحلول نقوم بالمثلت نقوم بالمثلت نقوم بالقاعدة نقوم بالمثلت نقوم بالنسبة للمعين القطر الصغير نقوم بالمثلت نقوم بالمثلت هذا الضلع هو القطر المعين القطر الكبير والقطر الصغير القطر الكبير القطر الصغير اضع الوقت مساحة المعين القطر الكبير القطر الكبير مضروب في القطر الصغير مقسمة على اثنان مقسمة على جوجية ستاعش سنتيمتر مربع المساحة المعين او طريقة اخرى او طريقة اخرى اضعي المعين أصفر مقسمة على جوج المتلات اضعي المتلات اضعي المتلات مقسمة على المساحة المتلات اضعي المتلات اضعي المتلات اسمه لقينا المتلات من المتلات مساحة المتلات تتساوي القاعدة في الارتفاع مقسمة على اثنان إذا القاعدة هي هذه 4 في الارتفاع يعني الارتفاع جهنا مع المنتصف يعني 4 في 4 4 في 4 سوحة تعطينا 16 إذا 4 في 4 قاعدة في الارتفاع إذا هذه الطريقة اللولة اللي حسبناها لقينا القطر الكبير والقطر الصغير ده بغن دين ديروا بحلة غلاقي وجوج مثلتات إذا نديروا مساحة المثلت كتساوي القاعدة أنت لا باز في الارتفاع مقسمة على اثنان إذا القاعدة حلقنا قدنا ربعة في الارتفاع 4 مقسمة على اثنان إذا 4 في 4 ثمانية مقسمة على جوج إذا 4 في 4 تفوان 2016 مقسمة على جوج غطينا ثمانية إذا هذه المكللة تبوحدة في 8 سنتيمتر مربع إذا ضربناها في جوج غطينا 16 سنتيمتر مربع المساحة 8 سنتيمتر مربع المساحة 8 سنتيمتر مربع المساحة 8 سنتيمتر مربع بطريقة أخرى المساحة 8 سنتيمتر مربع المساحة 4 سنتيمتر مربع المساحة 8 سنتيمتر مربع إذا مربعة سأدوى عمد مربعة سأدوى ثمانية نساحة المربعة ساوي الدلع ثمانية سأعطى 64 سأقوم باكسب ١ سأعطينا ١ سأقوم باكسب ١ سأقوم باكسب ٤ هالمعين يوجد اتوفر السبب ثم السبب ثم السبب اضافة الامرين المعينيين الرابع المعينيين الرابع خلق ١٦ اضافة ١ و هناك طرق اضافة طرق فضلك اضافة الامرين رقم ٤ نضيف دابل التمرين الرقم ٤ احسب قياس مساحة كل من المثلتين عندنا هدى المثلت A والمثلت B نحسب قياس المساحة دياله ودائما نستحضر القاعدة إذا مساحة المثلت تساوي القاعدة في الارتفاع مقسمة على 2 القاعدة في الارتفاع مقسمة على 2 إذا القاعدة عندنا فيها 10 في الارتفاع اللي هو 4 مقسمة على 2 إذا 10 في الارتفاع مقسمة على جوج تساوي 20 سنتيمتر إذا سنتيمتر مربح دائما ننسوش المربح هذا بالنسبة للمساحة دياله A أو المساحة دياله الشكل A هذا بغينا المساحة دياله الشكل B تاي نفس القاعدة كنكتبو القاعدة مضروبة في الارتفاع مقسمة على 2 سواء ندروها أو ندروه مقسمة على 2 بحلقة يعني على رهي قسم إذا القاعدة هناش هل عندي فيه مثلا اعتبروا هادي قاعدة غندرو مثلا قاعدة 12 في الارتفاع اللي هو تسعود مقسمة على 2 إذا ندروه 12 مضروبة في 9 مقسمة على 2 كتساوي 4 وخمسين هنا إدنا سنتيمتر أيضا إذا ندروها بالمربع 54 سنتيمتر مربع ثم أنا مر إلى التمرين خمسة جو كالكيول لبيريمتر دسو تخيانج الإزوسيل إذا لبيريمتر هو المحيط وتخيانج الإزوسيل هو متلت متساوي الساقين بمعنى هاد الساق اللي كين هنا 8.7 ونفسه اللي كين هنا إذا 8.7 حتى هنا 8.7 إذا إلا بغينا نحسبو البيريمتر ديالشي متلت كنجمعو لأضلع ديالو بتلاتة إلا إذا كان متساوي الأضلع إلا إذا كان أضلع نضربوه في ثلاثة هنا ما عندناش إذا نديرو غير 8.7 زائد 4.8 زائد 8.7 إذا نديرو البيريمتر كي يساوي 8.7 زائد 4.8 زائد 8.7 كي تساوي إذا نتسبوها 8.7 زائد 8.7 زائد 4.8 كي تساوي 22.2 بالسنتيمتر هنا ما نديروش مربع لأنه غير طول ناشي لأنه المحيط غير طول ناشي مساح ثم تمرين رقم ستة جو كالكولير دو شاك بارتي كولوري إذا هنا نحسبو المساحة كل جزء ملون دو شاك بارتي كولوري إذا لدينا الشكل A و الشكل B المساحة الشكل A سترد البيض لهذا الشكل هذا الشكل هو عبارة عن مستطاة إذا لدينا 20 أضرب الزج بيض من هذا يجد 20 طول وضرب في العرض يجد ساعد المستطيل ونقسم على الجوج لأن بحالة نقسم على جوج المستطيل سوف نقوم بإعطاء المساحة المساحة المثلتة المثلتة سوف نقوم بإعطاء 20 طول في العرض 12 مقسمة إلى 2 مقسمة إلى 2 إلا قد تكون من هنا سوف نقوم بإعطاء المثلت الأزرق سوف نقوم بإعطاء المثلت مضروبة في 20 مقسمة إلى 2 سوف نقوم بإعطاء 120 سنتيمتر مربع سوف نقوم بإعطاء المثلت 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 هذا السيئ التفق ونقوم بإعطاء المثلت شكرا زود المثلت الضلت المثلت من المثلت هذه المساحة البنفسجية هذه المثلات المثلاتية هي هادئة مثلات المثلاتي هي اربعة المثلات القاعدة يقوم بأس لاباز مضروبة في الارتفاع مقسمة على اثنان الارتفاع ايضا ايضا ارتفاع يكون نقطة عمودي الآن سوف نقوم بتقديم الرأس الارتفاع سوف نقوم بتقديم الرأس الارتفاع العنوية من هنا 18 متر قاعدة 4 متر مضروبة 18 متر نقسمها على 2 متر 18 مضربة في 4 مقسمة 26 مربع هذه مساحة الشكل الثاني نتجدد في الحصة المقبلة